اذا متابعنا ايزا في مقص حال الطقس اليوم الاثنين تسعة عشر شتنبير بحول الله فمن المتوقع عن تهريفة الواجهة المتوسطية نزول زخة مطرية وسيهم الامر بحول الله مدينة الناظر ومرتفع تهريف الحسين مهب بردوك لذلك مدينة تطوانا ومن المتوقع بحول الله وقوتيه برياحة شمالية على مستوى الواجهة المتوسطية للمغرب ومن المتوقع كذلك ان تستقر الاجواء خلال فترة بعد الزوال في مغضم المناطق الشمالية من المغرب كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج مع برياح جنوبية قوية على مستوى بعرفة وابنية تشيت وكذلك الرشيدية اما في مخص السواحل الاطلسية الشمالية بحول الله فمن المتوقع تعرف استقرارا في الاجواء مع اجواء صفية في مغضم المناطق الساحلية والوسطى للمغرب كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج متبعنا الأكريم وفيما يخص الوسط بحول الله فمن المتوقع كذلك ان تستقر الاجواء في الاستقرار على مستوى المناطق الوسطى من المغرب كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج ومن المتوقع كذلك ان تستقر الاجواء على مستوى الاقاليم الجنوبية معه برياحة غربية شمالية على مستوى سواحل طرفية العيون وكذلك بجدورة كما يوضح لنا هذا النموذج متبعنا الأيساء هداف يمخص يوم الاثنين بالنسبة ليوم ثلثة القادم بحول الله متبناء الأكريم فخلال الفترة الصباحية ستعرف المنبك استقرارنا في الأجواء وذلك خلال الفترة الصباحية بحول الله ومن المتوقع كذلك ان تعرف المناطق الوسطى خلال فترة بعد الزوال بحول الله نزول الزخات المطرية متوقع على مستوى تالي ويند وكذلك اقاليم تبانت وكذلك ورزندات كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج مع استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية من المغرب وخلال فترة بعد الزوال يوم ثلثة القادم بحول الله فمن المتوقع تارف مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط نزول زخة المطرية ستكون مهمة وستكون مهمة كذلك على مستوى المرتفعات ويهم الأمر متابعنا الأيزات غير تبانت بولمندات وكذلك أقليم ورززات النخط وكذلك طاطا ومن المتوقع كذلك ان تعرف منطقة تونفيت وميدلت وكذلك متابعنا الكريم سكرمتات إفران والمس تكون غيوم على مستوى المرتفعات والتي قد تكون متحبة بنزول زخات المطرية خلال فترة بعد الزوال بحول الله ومن المتوقع كذلك ان تعرف قراما نزول زخة المطرية خلال مساء يوم الثلاثة القادمة بحول الله وقوته مع صغر الأجواء وأجواء صافية على مستوى المناطق الشمالية الأخرى وخلال صبيحة يوم الأربعة متابعنا أيزا من المتوقع تاريخ المناطق الساحلية الشمالية بحول الله نزول زخات المطرية رادية قوية كما يتضح لنا من خلال هذا النمودج ويهم الأمر متابعنا أيزا تطوان شفشا وأصيل عرائش لللممون والزان كذلك تابودة كمن سيد سليمان قرية ابو محمد سليل التازي وكذلك الرباط بسليمان الطربيضاء والخميسات وستكون هذه النصرة بحول الله النصرة انضارية من المستوى البرتقالية إلى هدف من خص متابعنا أيزا بالنسبة كذلك لمساء يوم الأربعة كذلك وبعد زوال يوم الأربعة فمن المتوقع أن تعرف كذلك الحسيماء وأقنون وأساكن وتبودة وتونات وتزاو كذلك قرية ابو محمد وزان وكذلك الشفشون نزول زخة مطرية مهمة ستكون انضارية من المستوى البرتقالي متابعنا الأكارم مع سيقر الأجواء بباقي المناطق الشمالية الأخرى وتكون قيوم على مستوى مرتفعتك من نوع أمس ميز وإمن تانوت الذي قد تكون مصحوبة بنزول زخة مطرية خلال فترة بعد زوال يوم الأربعة